بعد اسبوع تقريبا العلاقة تحسنت بين جاد وملاك وكل واحد ما بقاش يرتاح إلا لما يقعد مع التاني ويتكلم معاه مش مهتمين بنظرات جنة وكرها الملاك اللي بيزيد يوم وراء التاني وخصوصا لأن جاد الاسبوع ده كله قضامع ملاك كان جاد بيجاهز لفرح زين بن عمه ومشغول مع العيلة في تجهزات الفرح وكلهم تقريبا خرجوا من القصر وسابوا ملاك لوحدها كانت قاعدة في الجنينة بملل وهي بتفكر تكلمه لكن ترددت فريدي كان مشغول معهم يعني برا في الفرح أكيد كلهم مشغولين وكمان سما خرجت وثبتني لا عمليه دلوقتي بس هو أنت ليه عاوز تكلمي يا ملاك ولا قلبك مهل لا 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 بس أنت هتكذبه على نفسك ده أنت ما بقيتش ترتاح إلا لما تكلمي وتتطميني أنه كويس ماشي هو هو مش وحش زي ما كنت فكرة بس بس أنا برضو خايفة سكتت بحيرة لكن ابتسمت لما سمعت موبايلها بيرن أخدته بصراع وردت جات بمكر ومروغة وهو واقف في مكان بعيد عن زحمة الشباب بتعمل إيه يا ملاك من غيري ولا حاجة قعدة زهق أنا قوي وكمان سما خرجت وثبتني وما فيش حاجة أعملها ده تبتغريني بقى عشان أجي أسليكي مش بالضبط بس حاسة بالزهق حقيقي والله معلش أنا عارف إنه تجاعدة لوحدك بس خلاص بكرة الفرح وفضالك بس يا رب ما تزهجيش مني لا ما تقلقش مش هزهق على فكرة أنا عندي مفاجأة ليكي مفاجأة إيه؟ لما جيلك يا جمر وإلا ما تبقاش مفاجأة ماشي خلي بالك من نفسك وما تتأخرش هستناك تمام قفلت الموبايل وطلعت قضيتها كانت بترتب دولابها مسكت في إيديها الشريط حبوب منع الحمل وهي بتفكر بحيرة هلها ترميه ولا لأ رغم إنه ما قرب لهاش واحترم رغبتها لكن كانت لسه محتفظة بيه رغم كلامهم وإنها حاسة بالسعادة والرحة معاه ولو كانت لسه خايفة شوية بس بسيط الباب تفتح ابتسمت وهي فكرة إن جات جه لكن اندهشت وهي شايفة كارم أنت إيه اللي دخلك هنا وصلت بيك البجاحة إنك تدخل قضة نومي أنت مش خايف معلش يا ملاك أصلا جايلك في موضوع مش هيتم غير في القضة دي ملاك رجعت لورا بخوف من نظرته ابعد عني يا كارم والله هصوت والم الناس وإنت حر مع جدول اللي هيعمله فيك صوتي هكذبك واجول إن انت اللي مغفل جوزك وجايباني على قضتك وبمزاجك إيه رأيك؟ وهي الفضيحة تبقى بجلاجل وبالذات جدام جاد جوزك اللي أول ما يشوف تسجيل الكاميرات لنا في الساحل هيعرف إن بيننا كلام أصلا نسيت أقول لك إن أنا حزفت تسجيل الكاميرات يومها على الفيديو اللي يجمعنا أو إحنا بنتحدثه سوى لكن لسه معاي وما بالك لما الحج المحمدي يعرف إن مرت ولد المصون واحدة هو جايبها من الشارع واخوها باعها بجرشين يعني محدش هيصدقه غايا يا كن عيلتي وقالت المحمدي في بينها شغل أهم من إنهم يوجفوا عشان واحدة زيه ابتسم بشهوانية وهو بيقرب منها لكن بسرعة ملك مسكت فازة في القوضة وبدون تفكير ديت له بيها في نفس الوقت تفتح الباب ودخل الجنة لكن قبل ما ملك تشوفها كان كارم حط أماشة فيها مخدر على بقها خلها فقدت الوعي التناوي علي يا كارم جاد ممكن يوصل في أي لحظة هي اللي عملت فيك كده هاي وهي طب هتعمل إيه دلوك مع جاد لما يعرف إنها مش موجودة هتقولي بالطريقة إنها ممكن تكون هربت ولا أي حاجة وأنا هاخدها وسيب البلد والباقي ده بتاعي أصلها بصراحة جامده ماشي يا كارم بس لازم إن تفقه لو اتكشفت أنا معرفش حاجة ولا تجيب سيرتي من الأساس انت فاهم وأنا هسيبك وأروح للحجة فاطمة بسرعة قبل ما تلاحظ إني اختفيت عيب عليكي هو أنا تلميز يلا بس ساعدين أخرج بيها من الباب الوراني من غير ما حد ياخد باله جاد ركب العربية وكان في طريقه للأصر كان عاوز يتطمن عليها بعد مكلمته ليها لأنه حس بالقلق ووصل للأصر بعد ربع ساعة تقريبا طلع القوضة هو بينادي عليها لكن ما ردتش عليه فتح الباب وانصدم من اللي شايفه شاف فازة مكسورة في حاجة بتقول إن كان فيه خناقة في القوضة دي كان مصدوم مش فاهم فيه إيه بقى ينادي عليها ويدور عليها في الحمام لكن ما كانش ليها أصر كلم الغفير اللي موجود عند البوابة الأمامية وآمروا إن يطلع له حجازي الغفير قال وامرني يا بيه الهانم فين حجازي بخوف وتوتر قال الهانم خرجت بالعربية من شوية يا بيه أقصد ملاك هي فين وإن اللي مبهد للمكانك ده مش عارف يا بيه ما حدش جيها أو خرج جاد مسكه من جلبيته وكان حاسس بالغضب والشك انت بتستهبل وانتك مخبه إيه وإلا قاسما بالله هدفنك مطرحك ما هيبالك صاحب والله يا بيه معرف أنا رحت بس قدي طلب خمس دجايق ورجعت على طول بس أنا وراجع شفت عربية كاريم بيه بس مش عارف إذا كان دخل الجسر ولا ماشى على طول لما ملجاش حد جاد سابه وخرج وهو بيتكلم بصراخ وإنفعال جانا دخلت الأصر بارتباك مع الحجة فاطمة وسليم ومصطفى اللي استغربوا شكله وهو نازل بسرعة فيه إيه يا ولدي بتزعج ليه جاد بغضب وحدة وهو بيبص الجانا أجرى الفاتحة على روح أخوكي واعتبريها آخر يومه في عمره سابهم في صدمتهم وخرج هيتم وكفين تتفرج علي روحوا وراء أخوكم بدل ما يعمل لها مصيبة سليم ومصطفى لبوا أمر والدتهم وخرجوا بسرعة وراه فاطمة قالت أستر يا رب هو إيه اللي حصل جانا بتوتر وهي ابتدأ إنها ما تتكشفش مش عارفة يا ماما بس أنا كنت معاك فاطمة شافت الغفير نازل من فوق حجازي أنت هتعمل إيه هنيه وسايب البوابة برا حجازي بلع ريقه بصعوبة وحكى لهم اللي حصل فاطمة ضربت على سدرها بخوف يا لهوي أستر يا رب محنا مش بيجي لنا من ورا العيلة دي غير المصايب جانا بحزن مزيف قالت وأنا عملت إيه يا ماما بيت أنت أنا مش طيجاكي أسكت أحسن لك إتي من وقت ما جيتي لبيت دي وانجلب حالة منك لله يا شيخة بطلي باجة مش كفاية عيشتي معانا ثلاث سنين وإنتي مخبي علينا استقصال الرحم ولا حتى قلتيلة داتي أنانية وضمعة هينتي بسببك ابني ما بجاش واثق في أي وحدة رغم إن كان بيحبك وكان ممكن يفهم الموقف لو قلتيلة لكن اللي الطمع في دم عاد فاطمة بصت لها بغضب وسخرية وطلعت قضيتها تتكلم جزها جانا بصت لها بكره وخافت لأن الكل ضدها وده مش من مصلحتها جات كان بيسوق العربية بسرعة جدا ومتأكد إن كارم أكيد مش هيقعد في البلد لحظة واحدة لو هو اللي ورا اللي حصل ده زود سرعة العربية وهو حاسس بالغضب بيتملكه رغم الخوف والرعب اللي حاسس بيهم عليها شاف عربية كارم قريبة منه شد سرعة العربية واتخط عربية كارم ووقف قدام عربيته ونزل منها وهو بيرزع الباب وراه وعيونه بالطق شرار وحقت كارم بلع ريقه بخوف لأنه كان بيتكلم في التليفون وملاحظش وجود جاد جاد فتح عربية كارم ومسكه من قميصه نزله من العربية بدون لحظة تفكير وداله بقى التريحة التمام وهو شايف ملك في العربية فقد الوعي في الكرسي الوراني بجا داخل بيتي وبتاخد مرتي طول عمرك الوساخة عاتجري في دمك كارم حاول يدفع عن نفسه لكن جاد مع كل كلمة كان بيقولها كان بيديله بلا رحمة سليم أخو جاد نزل بسرعة من العربية هو ومصطفى جريو على جاد جاد بصراخ قال بجا أنت يا ابن الجزمة داخل تاخد مرتي من قوضة نومها وفاكر أنك هتخرج من البلد دي على رجلك وحيات أمي لأخلص منك يا كارم هي هي اللي أغرتني يا جاد والدليل إنها جبلتني في الساحل من وراك وطلبت مني أجيلها سدقني جاد اداله واحدة كمان على وشه وقعته على الأرض وجاد كان لسه مكمل عليه لكن سليم ومصطفى هم اللي أنقذوه من إيد جاد وبعدوه عنه سليم بسرعة قال هم تضيعش نفسك يا جاد عشان واحد زي ده فوقي يا أخي جاد فكر في أمنا يا جاد دي ممكن تروح فيها لو جرلك حاجة فكر في كلام ربنا كيف هتخلص من بني آدم تاخدوه تاخدوه ويفضل تحت عينيكم لحد ما فوق لو أشوفها أعمل له إيه حاضر حاضر يا أخوي بس سهد جاد سابهم وفتح باب العربية الخلفي بص الملاك اللي فقد الوعي بألأ وحاول أنه يفوقها ملاك ملاك فوقي يا ملاك بدأت تفتح عينيها والرؤية كانت مشوشة باين عليها الخوف وهي شايفاه وخايفة يكون حلم جاد كارم كارم كان فقطي أهد يا ملاك ما تخفيش أنا جنبك شلع وخرج بيها من العربية بص الكارم بكره واستنفار وتحرك ناحية عربيته وهو بيهمس الملاك بتحذير للأسف كان نفسه خلاص منيه النهار ده لكن فيه نفس لسه هلعب مش عليه الوحدة ومش هو بس اللي غلطانه ويستاهل أظن أن أنت كمان غلطانة ومخبي علي حاجات كتير ملاك بصت له وفهمت نظرته كأنه عنده في صنف الشخصية لحظات يكون خايف عليها ولحظات تانية يكون عاوز كانت هتتكلم لكن قرب منها وربط لها حزام الأمان ملاك كانت هتتكلم لكن رفع إيده بتحذير مش عاوز أسمع منك حاجة أظن كلامي مفهوم سقع ربيته ومشي بيها ورجع القصر دخل وهي مسكة في إيده ولسه حسها بدوخة جاد رغم غضبه وكلام كارم عن مقابلتها له في الساحل لكن كان خايف عليها حويتها وهو لابس وش البرود سمعوا الحجة فاطمة أول ما شفوها قاموا أنت كويس يا ملاك حصل يا جد يا ولدي وإعلاقة كارم جانا بصت له بتوتر وبلعت رئها بخوف أن يكون كشفها جاد شال ملاك وطلع قطه بدون ما يتكلم كلمة واحدة وهم وراه قعدت على السرير وهو جنبها جانا بتوتر قالت هو هي علاقة كارم بملاك يا جاد وهو فين كارم جاد بنظرة مخيفة قال لها هرد على سؤالك لما بوكي عزيز به يا جين الصعيد بس ساعتها هيجاب للعمدة مش جوز بيت ده جانا كانت مرهوبة ملاك كانت بتبصله وهي مش عارفة هو فهم إيه جاد بهدوء قال يا ريتني سيب ملاك ترتاح دلوق يلا يا أمي معلش يا سماء باتي معها النهار ده طب مش نفهم يا ولدي فيه إيه بعضين يما بعضين خلينا نتكلم حاضر يا ولدي كلهم خرجوا من القوضة ما هذا سماء وملاك أنا عاوز أفهم فيه إيه وكارم عمل إيه أنا تعبان إيه سماء ومحتاج أنام والله ما هسيبه كله لما تقولين لي فيه إيه وكارم عمل إيه حاضر هحكيلك بدأت حكيت لها من وقت ما قابلت كارم في الساحل وكلامه الغريبة عن جاد وإنه بيتاجر في حاجات ممنوع وعن موضوع الخلفة والكلام اللي سمعته من الخدمين كدهب كارم كدهب والله العظيم الدجاد هو اللي كان بيوجف لمسعود في المواضيع دي ومش بيداقل حاجة واصل البلد واه يمكن مسعود اللي عمل جده معاكم يوم ما كنته في العربية بس عشان يخلص من جاد ويعرف يشتغل مش عشان حاجة تانية أنا عارفة إن جاد لا يمكن يشتغل في حاجة زي كده وكذبته بس تنكري موضوع الحمل ده لا مش هنكر يا ملاك بس إتي ما تعرفيش الحكاية كلها أنا كنت أعوز أحكيلك من الأول بس قلت تاجي من جاد هيكون أحسن بس طالما الموضوع وصل لحد هنا لازم أن أقول لكم بص يا ستي جاد تجوز جانا من ثلاث سنين ما كانش كده كان بيحبها بس بعد سنة واحدة من جوازهم كل حاجة تغيرت تقريبا علاقتهم بقى فيها فطور وخصوصا إن جانا كانت دايما بتطلب تسافر بر مصر وهو يوافق ويسافره لكن الموضوع بدأ يزيد عن حد لما حس إنه مجرد بنك وبالنسبة لها يعني جاد كان اسم كبير إنها يعني تتجوز جاد المحمدي عمدة البلد شخص بمكانته وانفوزه ماينفعش تخسره عارفة لما يبقى زي البرنداتك ده يبقى معا حاجة مهمة من برند معروف تتفخر بيه قدام صاحباتها جاد بدأ يتغير وينشغل دايما في المصنع عشان ما يتعبش من تصرفاتها كمان لإن فيه شغل بين أبوها وبين جاد بس الحج المحمدي كان دايما عاوز يشوف حفيد لمن ابن الكبير وأصر إنهم يكشفوه ويشوفوا ليه الموضوع تأخر جاد ما كانش مهتم بالموضوع لكن حصل حاجة غيرت كل ده جانا هانم ووالدتها هاناء أعترف أن جانا عملت عملية استقصال رحم قبل جوازهم بمدة طويلة وإنهم خب ديه على جاد إيه ده معقول؟ أيوة معقول واحدة زي دي كل همها الفلوس يا ملاك دي حتى مدتش جاد حق إنه يختار إذا كان يكمل معاها ولا لا لا دي استنت ثلاث سنين وبعدها قالت طبعا أبوه تعصب وعمل مشكلة كبيرة إزاي تخبي حاجة زي دي عليهم دور الفترة دي وحق اللوم كله على جاد لأنه ما كانش موافق من البداية على جوازهم طبعا جاد ما كانش عارف يعمل إيه غير إنه يطاوع في موضوع الجواز ومش مهمة أي حاجة تاني مش مهمة حتى إزا كان عايز كده ولا لا وما كانش بيدور على الحب لأنه بقى واثق إن الحب مجرد شمعة كدابة كتبة غبية كل ما يجرب من حد يخدع ودي ما كانتش حاجة هاي إن عندي يواصل عشان كده ما كانش عند اختيار لما تجوزك بس بان مع إنه فعلا مهتم بيكي وبيغير عليك اربطي كل الأحداث ببعضها يمكن أنت شايفاه شخص ما عنداش قلب لكن شوفي أفعالة مش كلامة صدقين هتفهم قصدي ملك سكتت أنا هبت معاك النهار ده وانت فكر يا ملاك صحيح جاد مش بايت مع جنف الأوضة هو ليه أوضة جاهزة في الجنينة لما بيكون مخنوق بيبات فيها ده أنت عارفة كويس أوي علشان جاد أخويا الكبير يا ملاك وانا ومصطفى أخوه بجلنا خمس سنين متجوزين يعني معاشر العيلة دي وعرفهم زين حاول تجرب مننا يا ملاك هو رغم إن جواه شخصيتين عكس بعض بس في الحقيقة شخصية واحدة مختلفة واحد كل هيبة وعجلة هو اللي بيتكلم وبياخد القرار ولو غار ممكن يتخلى عن هيبة ويتحول لشخص متهور جدا ولو حب مش يتنازل عن غرورة وكبرياءة كرجل لكن هيختصح النيتة لللي هو بيحبها بس أنا هجوم أجيب بجامة وأجينام معاك شكرا